من تبا نحن ويكون أحبانا وبهالفقرة بيشرفنا نرحب بحضور زميلتنا الإعلامية الليا عادل مع ماري نائب رئيس جمعية بيت الموجوعين اليوم الليا مرحب بحضورك معنا تنحكي عن الجمعية وعن طبيعة عملها ونشاطاتها بزمن العيد نعرف قديش مهم اليوم العمل الاجتماعي وعمل الرحمة والخدمة لكثار من الأشخاص اللي ناطرين مننا التفاتة إنسانية بدي أتشكرك مدام زهور إخت عزيزي أنا هون ببيتي تيفي تشكريك أهلا وسهلا فيك تلفزيون الأحب على قلبي كمان للوهل الأولى يلي بدي يجي لعنكم اليوم عن جد بيحس حاله أنه عم يعيش الميلاد الحقيقي بهالبس من مشركة على وجهكم وبهالزين الحلوة المتواضعة كتواضع ولادة السيدة المسيح شكرا لألكم يا أهلا وسهلا فيك مثل ما بتعرفي أن الجمعية دائما بيكون عندها رزنامة عمل على كل مدار السنة وطبيعة الميلاد إلو نكهة خاصة لأنه الميلاد ما فينا نعيشه بمعاني الحقيقية إذا ما كنا عم نعانق الرحمة والغفران والعطاء والخدمة والمحبة هدوه السيمات الأساسية نحنا ما منفكر بالزين العملاقة والمغاور العملاقة بنا نفكر بها الإنسان المشرد الموجوه ومنعرف الظروف آسية وهي فعلا آسية وكلمينا عم بتزيد أساوي فطبيعي يكون عندنا جملة نشطات عم نحضرها ونحنا بلشنا فيها يعني من قبل عيد الأديسة بربارة كنا أطلقناها طبعا عم نحضر لمعارض ميلادية بمركز جمعيتنا بمجلية قضاء صغردة أطلقنا مبادرة على السوشيل ميديا عبر صفحة درمية بيت الموجوعين لحتى نقدر نساعد كل السيدات هني وقعدين ببيوتهم يلي ما بيشتغلوا شي تيكونوا سيدات منتجات يقدروا هيك يخيطوا كتير قصص بتتعلق بزينة الميلاد من الكروشي من التطريز كل شي في زيني للميلاد يكونوا هني عم يشتغلوها بقلب البيت يجيبونا إياها على مركز الجمعية تنكون نحنا عم نحضر معرض لألون للتسويق يعني تيقدروا هني تنقدر نحنا نفتتح هذا المعرض وأكيد بيعود رايحوا لدعمهم لألون هني لسيدات وهيك بتحس المرأة كمان الموجودة بالبيت أنه هي ما أنه ما بتشتغلش بالحياة لأ عندها إبداع عندها موهبة حبينا نحنا أن نطلع لها الإبداعات لبرا ونقلنا لأ أنت موجودة أنت إنسان وعندك مكاني وعندك حضور لو ما كنت بتشتغلي بأي وظيفة تاني هيدا أطلقناها وبننا نفتتح المعرض قريبا بهالزمن الميلادي الفضيل زائد كمان عندنا سلسلة نشاطات ميلادية لح نعملها بالعديد من المدارس يعني اخترنا بعض المدارس اللي هي ضمن نطاق الشمال بسبب الظروف يعني هلأ اللي عم نعيشها أخذنا الأماكن الأقصر قربا من مركز الجمعية تنكون عم نوزع كمانا هدايا ميلادية للأطفال كمانا هي بدعم من جمعية بيت الموجوعين وطبعا نشكر كل أصحاب الأياد البيضاء يلي ما بيأثروا عن أي طلب مساعدة نحنا مطلبوا تيكونوا عم بيساعدونا تنكون نحنا عم نقوم بهالمبادرات الإنسانية ما بخفي عنك نحنا قدمنا كتاب طبعا لأيادة الجيش يعني اليوم يوصل قائد المنطقة العسكرية بالشمال حبين كمانا نقوم بنشاط لأطفال شهداء الجيش بهالمؤسسية المنحنة أمام عطاقاتها إن شاء الله أكيد لح تجينا الموافقة ونقدر كمانا نكون عم ننسق نشاط للأطفال نحسسهم أنه نحنا حتكون نحنا ما متخلى عنكم أنت ولدنا وهيدا الشي اللي احنا عملوا مدام ظهور بالتنسيق والتعاون مع الرئيس لجنة الشمال للاتحاد اللبناني والعربي للتراث ورياضات التقليدية الشعبية يلي هني بيقوموا بكل الرياضات التقليدية وسبق أنتوا صدفتوا رئيس الاتحاد أستاذ مرون خليل فكمان عنده رئيس لجنة الشمال أستاذ نجيب صدقة يلي هو لح ننسق معه هيدا النشاط طبعا بعد حصولنا على الموافقة وإن شاء الله أكيد لحنا نحظى فيها النشاط اللي التالي هو أنه كمان نحنا أطلقنا كمان كذا سوق ميلادي خصوصا بهالزمن المجيد نكون عم نوزع تياب لكل الناس دون تمييز كيف؟ كيف بتوزعوا لتياب يعني؟ من الناس لبعض الناس؟ في قصص نحنا شرينا جديدة في قصص ناس قدمتنا إياها وفي قصص مثلا الناس بتفضل عندها تياب ما بترميها نرجع نحنا من رممها من زبطها من غسلها من كويها تحتى تكون بحل جديدة منقوم بعدة معارض ميلادية للتياب بكذا منطقة بلبنان تحتى هالناس يلي هي بحاجة لتياب وبتعرفي فيه فقر يعني نحنا دايما منشوف منفكر أنه لما مروح على منطقة معيني منشوف معجقة مطاعم وسيارات فخمة وناس هيك بخير بس هيدا ما بيمثل كل المجتمع اللبناني بعد في عنا مناطق هون بيجوني في عائلات فقيرة فكيف إذا كنا عم نحكي عن طرابلس وعن عكار وبيق المناطق أبعد في فقر وفي تعتير وفي قصة يعني ما بعرفي أدنى من درجات الفقر ما إلا وصف يعني فنحنا كمينا بيها الميلاد إذا ما كنا هيك مثلا بتقول الأية الإنجلي كنتوا سجيناً كنتوا جائعاً كنتوا عطشاناً فهيد نحنا منطبقة بجمعية بيت الموجوعين فكمان عم نحضر لمعارض ميلادية تنوزع تياب تياب على الولاد تياب للكبار بالسن كمان تنكون نحنا عم نقدم لهم شي بها المناسبة كمان بدنا نزور كتير عائلات محتاجة بقلب بيوتها ونحاول كمان نقدم لهم هدايا بزمن الميلاد كمان تنزرع الفرحة على وجوههم زائد أنه نحنا كمان ما بيمنع أنه كمان بعيد الميلاد عم نحضر بيوم خلال الأسبوعين القادمين نشاط بدار العجزة والمسنين كمان نروح نزور كبار السن يعني أنتو اليوم كجمعية كأعداء الجمعية الموجودين أو عندكن ناس بترفقكم متطوعين أكيد نحنا وحدنا ما بنقدر نلبي كل هالشي بس الحمد لله في ناس كتير بيحبوا الجمعية وبيقامنوا برسالتها فدايما عندنا شبيبة عددكم كبير اليوم أنتو نحنا بالهيئة الإدارية معروف يعني عشر عدو كرئيس بس كمتطوعين مجموعة كبيرة من كل الطواف من كل الطواف وبتزوروا الكل ما بتميزوا لا أبدا وعلى أي أساس تختاروا الأشخاص اللي بتكون تقصدون أكثر فقرا كيف تعرفون عندهم داتة معينة عنا داتة ضيبا منتابع أحوالون بنسأل عن العيال الفقيرة يعني نحنا إذا حدا طلب مننا المساعدة ما بصر عمل لبيني دي بنسأل نشوف هالهالشخص يستفيد يستفيد لأنه مش ما نكون عم منضيع هالمساعدة منقدم شخص بحاجة أكتر نعم فنحنا منشوف هالشخص وهل هو فعلا بحاجة لهالمساعدة منسأل عنه منشوف المحيط الاجتماع اللي هو عايش فيه إذا فعلا هو بحاجة أكيد نحنا ما منقصر عن أي خدمة أما إذا كان عم يستفيد من أكتر من جمعية وأكتر من مؤسسة لأ نحنا منفضل أنه هالمساعدة اللي بنا نقدمه إياها نكون عم منقدمة لشخص أكثر حاجة يعني نحنا عنا معايير بطريقة المساعدة والمساندة زائد مادام ظهور أنت بتعرفي ما بعرفة كي تسلطي الضوء على الموضوع بفترة سابقة نحنا فتحنا فرن عالصاج كمان نحنا نعمل مشطة بتطعمه يعني الناس لتا يعني اليوم المنقوشي كمان حق صار بيكسر الإنسان يلي هو ما عنده راتب ومردود شهري وكتير بيعز علينا لما بيمرأل علينا طفل على الجمعية أو منشوفه على الطريق هو بحاجة ليكل منقوشي فنحنا أخذنا مبادرة اسمحيلي هون عن جد بكل شفافية وجه شكر لأبونا شربة للخوري يلي دايما من وقت لتاني عم يمدنا بالطحين يعني أنا بيعتذر بس اليوم فيه أشخاص مثله مثل أمتاله عم بيساعدونا أنتو بحاجة لمويد أولية طبعا يعني طحين اليوم كمان سعره غالي فمن خلال هالمساعدة بالطحين في عنا كمان شاف الطوع معنا بالجمعية هو اللي بيقوم بإعداد العجين هو اللي بيعمل منقيش على أنواعها كل يوم عندكون منقيش أو عندكون أيام محددة نحنا بالأسبوع مرتين منعمل منقيش عصائل منقيش جبنة زعتر في قصص نحنا بنشتريها منلمهم بعضنا نحنا بالجمعية تنكون هكي عم نزرع الفرحة على وجوه الصغار هالشباب والصبايا وهلأ بعيد الميلاد أطلقنا مبادرة تكون تستمر لما بعد فترة العيد تنكون عم نعمل بالمدارس يعني كل مرة نختار مدرسة بلبنان نروح نحنا نعمل لهم منقيش ونعمل لهم نشاط ثقافي ترفيهي ونقدم لهم كمانا منقوشي كمان بشكل مجاني رح تقدموها طبعا نحنا بنشكر كل الأشخاص يعني عم يمدونا أكتر شي بالطحين تنكون عنا ما هون اليوم في ممويلين لي في ناس عم تدعم ما في ممويلين بس اليوم مدام ظهور إذا أنا حطيت ألف ليرة يلي هي ماشي وانت حطيتي ألف وابني حط ألف نقدر نجمع ونعمل فرق فمش العبرة يكون معنا أموال تنعمل أهم شي يكون عنا إرادة يكون عم نشتغل يد بيد يكون عنا خطة يكون عنا تفكير ويكون عنا هدف المصاري نحنا منلمه من بعضنا فلس الأرملة يصنع المعجزات إذا عرفنا كيف نشتغل فيه وبأي طريقة يعني هيدا اليوم شغلة بتنقصنا يعني قدين إحنا قادرين نكون عم نقوم بهيك مبادرات ويكون عنا هالالتفاتة من بعضنا لبعض لأنه اليوم الأشخاص يمكن بأحوالهم المادية ما يكونوا كتير مرتاحين أكتر من غيرهم بس هاي المبادر اللي عم تحكي عنا هالالتفاتة الإنسانية والرحمة اللي بتنبع من القلوب لأنه اليوم مطلوب رحمة بعالمنا ونحنا مريت كتير من نتباها بالمظاهر الخارجية ويمكن منتشوف إنه قادرين نعمل هيك وغيرنا مش قادر قديش انت لقا منك اليوم كأم لربة عائلة يعني أم لعائلة وعنديك أولاد وعاملة أيضا نشيطة بالمجال الإعلامي وعنديك كتير من المهمات قادرة توفق ما بين كل هذه الأعمال لتقوم بهالمبادرات وبهالخدمات لغيرك من الأشخاص العطاء هو عمل ما إله ما إله سقف والوقت بالحياة إذا إنسان بدي يكون إنسان ناجح برسالته الإنسانية أنت بتعرفي مدام ظهور أكتر مني الوقت إله ثمنه يعني أنا أوقات بحسب الديقة على الديقة توصلت لعندك لهون قلتلك قديش عملت بس نشاطات وإتصالات تكون عم نسأ بكتير أضايا يعني ما فيه ضيع وقت الدقيقة بالنسبة لقلي إلى ثمنة عندي بتعرفي بالحياة بدي يكون عندك أجندا على جدول أعمالي كهذا الوقت عندي هكذا الوقت وأنا بعلم كمان أستاذي جامعية وبعلم كمان بمعاهد فبالتالي إن الوقت إله ثمنه بدي أحترم الوقت بدي يكون عم نسأ الأمور بدي أعرف من هني الأشخاص بدي أشتغل معهم ما فيني كمان أنا أشتغل مع أشخاص بيحبوا ضيعان الوقت ما عندهم التزام أنا هيك أشخاص ما بيشتغل معها بالحياة بيشتغل مع أشخاص عندهم التزام بيقامنوا بنفس الرسالة اللي أنا بإمان فيها بنقدر ننجح حتى لو عندنا ميت مهمة بين إيدينا فأهم شي يكون عندنا الإرادة يكون عندنا الروح النفس الطويل إن إحنا عندنا محبي لهذا الشغل وقته أنا بيكون عندي عشق ومحبي لهذا الشغل المعطاء الإنساني بقدر تكون إنساني مبدعة ساعتها ما بحس الوقت وبقدر نسأ أكيد إذا كان في معي أشخاص عم بيساعدوني هني عندهم حب الالتزام يلي أنا عندي نعم ده نحكي شوي عن النشاطات الغير موسمية غير موسمية يعني نحكي عن المواسم كتير يعني بيكون فيه إطلالات إعلامية أكتر من غير أوقات قدي اليوم أنتوا نشاطكن على مدار السنة السجناء أيضا من ضمن المبادرات الميلادية مع السجون ضمن جمعية بيت الموجوعين طبعا قدمنا كتاب لسعادة اللواء عماد عثمان هو أكيد هلأ نحن ننتظر موافقته بدنا نقوم بزيارة لبعض السجون طبعا يبيعطونا الموافقة فيه نكون كمان عم نقدم للنزلاء والنزلات شيعة الميلاد نعم معقولي كمان يمر أهل عيد ونكون عم نزورهم عم نستفقادهم طبعا أنا بعمل الإعلامي سجلت حلقات للميلاد وبعدني مستمرها بتسجيلها بعدة سجون وأسبوع المقبل هيكون عندي بسجنة رابلوس ولكن الجمعية قدمت كتاب رسمي للمديرية ونحن هلأ بانتظار برقية الموافقة تنزور نزلات نقدم له نتياب مستلزماتهم شو هني بحاجة طبعا نتواصل مع كل مدراء السجون نعرف كل سجن شو احتياجاته ومنقوم بزيارة لقلون تنكون كمان عم نعيد معهم العيد الميلاد واستقبال العام الجديد يلي هو يبلش بيوم السلام العالمي فعلى عسى وعلى انه كمان هالنزيل يشعر بالأمان وبالحنان انه في حدا حده هو منه متروك وهو منه مجرم هو بمدرسة تقديبية انا اؤمن بانه السجن هو مدرسة تقديبية له كتير ايجابيات ببلدنا هو مدرسة تقديبية او شي تاني من خلال مقابلاتي مع النزلات والنزلات باكتر من سجن بلبنان دون تمييز يعني بدل ما انا رح لعندن تقعطيهم القوة للحقيقة النزيل والنزيلة هن اللي يعطون القوة بهالامان اللي عندن لما بتسأليهم شو اكتر شي تعلمتو بالسجون بقولولك الصبر المحبة والحرية لأو حريتهم بقلب السجون ليس خارج السجون هيدا الشي بيدل وندل على شيء بانه السجن هو مدرسة وواحة في اي امان من خطر الشارع من خطر البيئة وخطر هالأفاتية اللي عم تعترض اليوم شبيبتنا نعم تنرجع عن النشاطات على مدر السنة دي اليوم جمعيتكن قادرة تقوم بكل هالمبادارات والنشاطات على ال365 يوم مش فقط موسميا يعني بنحكي عن الاعياد شغل كتير وتحدي اكبر بس اسمحيلي قبل ما احكي عن النشاط انا بيقصفني انو ما كنت معنا لما كرمنا كوكبي من الاعلميين شكرا شكرا كمان على التكريم انا بدي استغلل فرصة اقلك مستحقة مدام ظهور كنا متمنى واكيد انت وعطينا بزيارة لجمعيتنا ونظرنا بانتظارك اكيد نشاطاتنا هي لا تعد ولا تحصي يعني هذا نشاط الميلادي هلأ حاصرينه بالميلاد لانه فترة زمنية بتجي محددة بس نحنا عم نحضر لعيد الطفل عم نحضر لعيد الام بيجينا عيد الفصح نحنا عنا كل اسبوع وجبات غذائية ساخنة عنا سوق التياب المجاني كل يوم اربعة وخميس بترابلوس والجوال وحتى عم نقوم بحملات بكل المناطق باللبنان نحنا عم ناخد تياب وعم نوزعها نحنا عم نعدوى الشيطة دريبية بالمعاهد وبالمدارس ان كان بالرسيكلاج ان كان بالحياكة ان كان بالتضريز ان كان بالإعلام بالتواصل بكتير من النواحي السقافية والفكرية والاجتماعية هيدا على مدار السنة نحنا عنا مكتبة بالجمعية سبق وحكيت عنا نحنا بنستقبل كل الأطفل يلي ما في من يقدر ساعدهم ببيوتهم بواجباتهم المدرسية الجمعية عم تفتح بوابة بشكل دائم كل فترة بعض الظهر وحتى يوم السبت وفي أنا أوقات بكون بيكون عنا كمان شبيبي متطوعين كلهم بيكونوا موجودين للمساعدة عملنا مع المسنين ما إلو وقت كل يوم عنا نشاط نحنا بياهم بنعملهم غدوات أسبوعية بي داخل الجمعية ببيت كوني أنا بمركز الجمعية وخارج المركز الجمعية عنا رحلات عطول منياخد هالكبار بالسنة والكبار بالعمل عطول منياخدهم رحلات تنحسسهم بأجواء الفرح هيدا صيفا شتاء كمان أوقات من نسق مع طبا بيقدمونا أساس طبية مجانية فحوصات لهالنس المرضى يلي منهم قدرانين اليوم يروحوا على المستشفيات يخضعوا لفحوصات كمان نحنا منحاول أنه نقدر نساعدهم بطريقة أو أخرى ومثل ما قلتلك نحنا أطلقنا اليوم كل النساء يلي عندهم منتجات تراسية الموني البيتية يكونوا عم يشتغلوا الجمعية بتقدر تساعدهم لتسويقة بالحياكة بالتطريس تحتى كمان هالمرأة يلي هي ما سمحت لظروف الحياة تتعلم وتكون عندها شهيرة تشتغل حتى المتعلم اليوم مش عم بيلاقي وظيفة فنحنا الجمعية عندها مبادرات تحتى توقف إلى جالم هؤلاء الأشخاص يلي قصت عليهم الحياة وغير ذلك من النشاطات والمحاضرات التوعوية يلي منقوم فيها لحتى نتفيدها مخاطر الحياة وتحدياتها نعم يعني اليوم ضونا على كل نشاطاتكم بالأعياد وخارج الأعياد يعني مناسبات موسمية وغير موسمية أيضا أكيد إن شاء الله دايما بتقدموا بإزدهار وبعطاء دايما لأنه هيدا العمل التطوعي علامة مميزة وفارقة بحياتنا اليوم والعمل الإنساني بده شجعة وبده قلوب قوية أديش بتشجع على العمل التطوعي ما فيني يكون أعلامية إذا ما عندي هالرسالة بعتذر بتنحها ما بقدر كون تعتبر اليوم كل الأعلاميين والأعلاميات عندهم هالرسالة لا 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 بعتذر اليوم في أعلاميين بيملكوا رؤوس أموالي كتير كبيرة مش شفنا منهم عمل إنساني أنا ما بملك شي أنا لاي اليوم عم قولة بكل جرأة على الهواء وأنا ما عندي شي بملكه بالحياة أكيد عندي عيلتي ولادي اللي هي أكبر نعمة عطانيها الرب بس النعمة التانية هي محبة الناس بزيادة ما بملك مال بس بشين من جايبتي بعلم أولادي كمانا يقدر يكونوا عم بيساعدوا غيرهم منفلس الأرملة بتلك عم نقدر نصنع الفرق ما منحط بوست اليوم على الفيسبوك أو على ستوري أو أي محل إلا نحنا مثلا تنقول بحاجة لدعم بهذا الموضوع بهذا النشاط بتحس الناس بتتصل فينا بدا تساعد في سيئة بعملنا بيوسقوا فيك في سيئة برسلتنا بقى أنا بسأل اليوم إنه هالأشخاص يلي عندن أموال إعلاميين ولا غير إعلامين فيه إعلامين عم يشتغلوا ونحنا أو في نس يشتغلوا بيصمت بدون ما يكون عندن إنه منابل إعلامية يحكوا عنا مثلنا نحنا نحن هل ما كلش يمحطوا على السوشال ميديا ولا منحكي عنه ومنعمل دعايات ومنجيب كل التلفزيونات تصور وطني ورني لا بديك تساعدين الناس ما بديك تزليه بديك تساعدين الناس وتزليهم يعني بس أنه بديك تقوليلي كل الإعلاميين اليوم عم يشتغلوا بالحق للإنساني لا أنا ما في ضيع وقتي على سهرات ومطاعم وروحات وعالم خارجي ومظاهر وفكر بأجمل زيني ببيتي وأحلى زيني عن جاري واتسابق على هيدا الشي بحق كل هدول أنا بقدر أفتح مؤسسة ساعد فيها الفقراء بقدر زور زوية الاحتياجات الخاصة نحنا بالجمعية إغدين على عاطقنا الأخ المعوق بالدرجة الأولى نسيت ما قلتلك نحنا عنا نشاطات معهم 24 إلى 24 بمنطقة تكون؟ بمنطقة إيت الشمال أو بكل ببنان؟ نحنا نحن نشتغل من أقصى عقر مدام زهور لأقصى الجنوب نشتغل نشاطات وهلأ نحنا إذا الله راد بالسنة الجديدة بدي يكون في عنا توقمة مع أكتر من جمعية وأكتر من مؤسسة حتى نقدر كمانا نساعد بطريقة أسرع ويكون عنا مبادرات تشمل كل أطياف هيدا المجتمع نحنا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ونشكرك زمينتنا ليا عادل مع ماري على حضورك معنا وإن شاء الله دايما بحب العطاء وبهالإنسانية اللي منتوق لألة كلنا اليوم شكرا ليا نصلي على نية تتحقق العدالة الإنسانية المفؤودة بهالعالم وعلى نية إنهاء الحروب وتنتهي طبول هالحروب وهالقتل ونعيش فعلا بالسلام ونحنا على عتبة سنة جديدة منبلش بيوم السلام العالمي إن شاء الله شكرا ليا لحضورك اشتركوا في القناة